السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته او بلوك او بلوك اربعة متانة الصاروخ الواحد ميتين وخمسين الضرر ستعاش الف وتسعمية حلوين حلوين السرعة موته بطيء نوعا موت 380 الثواني المدى موته جيد 12.2 كلمتر ويطلق اطلاقتين متانة رايعة ضرره جيد سرعته سيئة جدا او طبعا انا حطيت تشكيل اساسيا ان احنا اختبرها ضد البوتات باعتبار ماكوا لاعبين وهذا اختبار اولي ان شاء الله من تنزل نسخة عالمية نختبرها بافضل تشكيلة لهذا الطراد بالاونلاين رح يجيكم بصاروخين معا شامب رح يكون صاروخين معا شامب يا شباب وثلاث مدافع رح تكون مارك 45 تخير تحطيها مأف هنا انا او مونراك يا الهي معا طوربيد واحد مارك 48 انا كنت اتمنى يكون اكون وطوربيد راجمتين وياها يعني ستة حلو الطراد حلو اربع صواريخ تقريبا ثلاث مدافع حطينا راجمتين وطوربيد كمل الشي يا رجال ماروحي رح تكون ري اي اتش بس احنطيت ماروحي الكورية ست مدافع اوتو ام كي 32 طبعا مدافع الاوتو تضرب الاهداف الجوية ايضا يعني يعتبر نوعا ما ليش حاطين الكوري ويا الامريكي ما عارف الميكس المهم المدافع الاوتو ستة تضرب طيارات كذلك وبي دفاعين جوابين تغيرات يعني بس دفاعين جوابين قوسين سيارام رح تجيكم اه الطراد هجومي نظر اولية هجوميا جيد دفاعيا سيئ هجوميا جيد دفاعيا سيئ على امام يا شباب هذا التكتيك وهذا فكرة الطراد ناخد جيم بلاي بسيطة يعني انت تتخيل ثلاث مدافع الله الله اه كثير من الناس الطالب كانت بسفير ثلاث مدافع يارل يارل يالمر يارل 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 موسيقى يارل يارل يور يارل يارل ترجمة نانسي قنقر 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 لكن النظرة أولية كقوة تكتيك وبدن ووضع الطراد نحتاجه للأيدان المتابعين لأن دائما بنسخة الألفة نقدم المقترحات للشركة بالتعديلات هل أنتم راضين على هذا الطراد ينزل يا موحي بالشهر القادم مجانا بالرويل باس القادم أم لا؟ يا أصدقائي أنت أسألك المشاركة وفيا ما لا